السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلاب الصف الثاني عشر متقدم نتابع سويا دروس المتجهات من الوحدة السابعة اليوم بمشيئة الله عندنا هدف وهو أن نميز متجه الوحدة من بين المتجهات الأخرى ده درس متابعة لدرس سبعة اثنين طيب في البداية خلينا بس نشوف مع بع بيقول لي أوجد طول المتجه خدنا كيف نوجد الطول من الصورة التركيبية فأنا لو جيت أجيب طول المتجه AB اللي مركباته سالب اثنين وثلاثة عرفنا كيف نوجد طول هذا المتجه طول المتجه AB درمز الطول طول المتجه AB يساوي جذر التربيعي اثنين تربيع قلنا مش لازم نكتب إشارة المركبة لأن احنا بنربع زائد ثلاثة تربيع ونطلع الجواب نلاحظ أن هذا المتجه طوله لا يساوي واحد يبقى إذن لاحظنا أن طول المتجه لا يساوي واحد وحد الطول أما هذا المتجه أوجد طول المتجه A اللي بيساوي سالب واحد وصفر نجي نجيب طوله بقانون الطول يبقى طول المتجه A يساوي واحد تربيع زائد صفر تربيعي طلع طوله واحد مثل هذا المتجه الذي طوله واحد هنعرف أنه يسمى متجه الوحدة ويبقى مفهوم اليوم متجه الوحدة ما هو متجه الوحدة؟ بيقول لنا الإجابة يسمى المتجه U متجه وحدة إذا كان طوله وحدة واحدة أي أن طول المتجه U يساوي واحد معنى ذلك يا جماعة أن أنا أتعرف أو أميز هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا؟ ماذا أفعل؟ أول شيء بروح أجيب طول المتجه بالقانون اللي تعلمنا لسه من قليل إذا طرع طول المتجه واحد يساوي واحد إذن هذا المتجه يسمى متجه الوحدة طيب كيف يأتي السؤال؟ كلام بسيط جدا زي ما احنا شايفين ده مثال اتنين مقرر علينا بيقول لنا في السؤال أي من المتجهات التالية هو متجه وحدة؟ يعني بيقول لي ميز هل هذا المتجه يطلق عليه متجه وحدة أم لا؟ احنا لسه عارفين المفهوم حالاً أن متجه الوحدة هو الذي يطوله واحد وحدة طول لبالما يجيب لي متجه زي هذا المتجه S المتجه S بيساوي مركبته الأفقية نص والمركبة الرأسية سالب جذر 3 على 2 وبيسألني هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا؟ ماذا أفعل؟ أبدأ أجيب الطول طول المتجه S يساوي جذر باخد المركبة الأفقية الكل تربيع والمركبة الرأسية الكل تربيع لكن زي ما قلنا مش بالضرورة نضع الإشارة في المركبات أثناء التربيع طيب ونحسب بالحاسبة أو بأنفسنا هل يطلع الطول بيساوي جذر واحد بيساوي واحد إذن المتجه S طوله كم؟ طوله واحد وحدة طول إذن هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا؟ متجه وحدة عشان كده بنقول بما أن وأنا وضحت الآن بما أن طول المتجه S أنا حسبته طلع يساوي واحد وحدة طول إذن هو متجه وحدة نفس الطريقة نروح إلى المتجه P اللي مركباته سالب واحد وواحد عاوزين نشوف هل هذا المتجه متجه وحدة أم لا؟ ماذا نفعل؟ ابتداءا نحسب الطول بقانون الطول طول المتجه P يساوي واحد تربيع زائد واحد تربيع ونحسب الطول يطلع الطول جذر اثنين هل جذر اثنين بيساوي واحد؟ لا يساوي واحد؟ يبقى نقول بما أن طول المتجه P لا يساوي واحد ما طلعش بواحد إذن ليس متجه وحدة تعالا نروح الآن إلى متابعة مثال اثنين بيقول أي من المتجهات التالية هو متجه وحدة؟ نفس الكلام ما زلنا في المثال اثنين سي بيقول لك المتجه M صفر وسالب واحدة هذه الصورة التركبية للمتجه M هل هو متجه وحدة؟ نجيب الطول طول المتجه M يساوي جذر صفر تربيع زائد واحد تربيع وأن ليس بالضرورة كتابة الإشارة يطلع الجواب جذر واحد بيساوي واحد إذا كان طول المتجه واحد بالفعل يبقى هو متجه وحدة عشان كده نقول بما أن طول المتجه M يساوي واحد وحدة الطول إذن هو متجه وحدة يبقى باختصار شديد جدا ملخص لدرس اليوم مفهوم متجه الوحدة يسمى المتجه متجه وحدة إذا كان طوله واحد وحدة طول نروح صفحة 119 نحل واجباتنا بالسؤال رقم 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته